بسم الله الرحمن الرحيم استدلال والحمد لله رب العالمين اجلالا والصلاة والسلام على سيدنا محمد مسك الختام وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق الى ان الله سبحانه حينما اهبط الخليفة في الارض هو وزوجه زودهما بمنهج هذا المنهج سماه الهدى فمن اتبع هذا الهدى فلا خوف عليه ولا حزن يطرأ عليه ابدا ونلاحظ ان ذلك ليس زمينا بزمن بل عدم الخوف وعدم الحزن على اطلاقه اي ان ذلك سيكون في الدنيا ويكون في الاخرى ولكنه حينما تكلم سبحانه عن المقابل لمن تبع هدى الله وهم الذين كفروا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اذا فقد تكلم عن مصيرهم الاخروي وترك امر دنياهم لانهم في ظاهر الامر يعيشون عيشة ظاهرها الترف والسعادة والارتقاء والحضارة والمدنية لاننا قلنا انهم قد يحسنون استغلال اسباب الله والله سبحانه وتعالى كما قلنا تجلى بربوبيته على جميع خلقه مؤمنا كان ذلك القلق او كافرة فمن احسن تناول اسباب الله اعطاه الله خير هذه الاسباب من كان يريد الحياة الدنيا وزنتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اذا فالحق سبحانه وتعالى كلمته في قوله لا يضيع اجر من احسن عمل شاملة للدنيا وشاملة للاخرة وشاملة للصنفين من المؤمنين ومن الكافرين فمن احسن الاخذ بالاسباب اعطاه الله خير هذه الاسباب ومن لم يحسن استخدامها لا يعطيه الله خيرها وسيظل مختلفا وسيظل تبيعا والذي يأخذ منهج الله يأخذه بانه يحرضه اولا على الاخذ بالاسباب حتى لا يدعى اسباب الله ينتفع بها عدو الله ان ترك اسباب الله التي مدت به يده الى خلقه ليأخذها من الكفار لا كان يجب علينا من يعبد الله اولى بسره في الوجود الذي يعبد الله كان اولى بسر الله في الوجود اذا فالذين يغفلون هذه الاسباب يقولهم انتم قصرتم في حق دنياكم وربما تعدى ذلك التقصير الى مسائلة تطلبها اخرىكم لان من الجائز ان يأخذ الكافر اسباب الدنيا ويرتقي فيها ارتقاء يستزلكم به وتصبحون تبيعا له فان كنتم لم تحسنوا اخذ الاسباب لتكونوا مثله او فوقه فلا اقل من ان تكونوا مستزلين لما يصير اليه لان الذي يحاول ان يتنعم بما لم تنتجه يده فرض على نفسه التبعية كل واحد يريد ان يتنعم بما لم تنتجه يده يبقى فرض على نفسه التبعية وفرض على نفسه الاستزلال ولذلك تجدهم يريدون اسواقا لكل منتجاتهم الحضارية لانهم من الخير لهم ان يستعبدون بالعادة في الحضارة التي لم نغرسها نحن ولو ان كل واحد اقتصر كما يقال ومد رجليه على قدر لحافه كان من الممكن بعد ذلك ان يجتهد ليكون له امر ذاتي لا تبعية فيه لا تبعية فيه لا احد والاستعمارات التي كانت قديما بجندي او عسكر يقيم في البلد المحتل اصبحت زي ما بقوله موضة قديمة ما عادش الكلام ده ده عادة استعمار نفوس استعمار عادات استعمار حياة مترفة يعودونك عليها حتى لا تستطيع ان تعيش بدونها والطموحه بغير حركة التلصص عايز تتمح كده بغير ما تتحرك في الحياة يبقى ده ايه تلصص بتتلصص انت زي اللي قائد يعني يكون دمه من عرق سواه نقوله لا خلي دمك انت من عرقك انت ولا تخليش الكافر يقعد ياخد سر اصرار الدنيا ثم انت منتش جديد على الكون انت منتش طارئ الاسلام لم يأتي الان فقط الاسلام جاء من اربعة عشر قرن وظلت امته هي الامة الاولى في العالم ثقافة ومدنية وحضارة وكل الحضارة التي اخذوها اخذوها بمعابرنا نحن وبعملنا نحن وبجراسمنا الحضارية نحن مش الاسلام جاء مجربش لا جاء وجرب ولكنهم يريدون ان نظل تبيعين لهم مش تبيعين بقى بعسكري يجي يقف لا بقناس منك ومستقبله سكنته يخدوك كده الى مسائلهم اخزا بحيث لا تستطيع ان تتحلل من ايه ان قبضوا عنك بقى مجيء التلفزيون ولا قبضوا عنك مطرفات الحياة يا سلام تبقى مصيبة اذا فالصعوده بغير حركة تلسس وما يحبش حد يا تلسس ربنا مش عايز حد يا تلسس ربنا عايز كل واحد ايه كل واحد يكتهد اللي عايز يرفي حياته لازم يزيد حركته انما تريد ان ترفيها حياتك من حركة الاخرين لا مينفعش ابدا ربنا يغار على المتحرك ربنا يغار على العامل والحافظ عليه ليه لانه جاي من علق ده ما يصحش ان واحد يجي ياخده وما ليه قطع ايد السارق وبعد ذلك يأتي المتشدقون بالمظارية الحضرولك يا سلام نقطع ايد واحد نقول له يا سلام حدسة سيارة بتموت عشرة باخرة تغرأ بتموت كده الحروب اللي انتو بتشنوها عما لا تشوه الا بقى يعني هو ده السارق طيب لانه شوها يدا اسيمة مجرمة تحاول ان تعيش من عرق غيرها ده احنا بنكف شرها وهل اذا سن الله عقوبة ايريد ان تقع الجريمة لا ده سن العقوبة منع ان تقع الجريمة منع ان تقع الجريمة منع ان تقع الجريمة بقى خرة تغرأ اطلين اتنين يصطدموا مع ايه مع بعض وبعد ذلك يخصموا للمحوال جه عشر تيام ايش الحكاية بقى يعني دي خلاص بقى حكم ربنا هي ديا اللي وقفة في ذلكم انا زي ما اقول الذي يعارض في ان تقطع يده السارقة ابقولها هون في نيته ان يسرق نعم نعم وإلا ليه لما بيسمع انينا هنقطع ايد السارق ايده بتنمي ليه والله العظيم لو ما كان في نيته السارق ما تجي على باله الحكاية دي يقولك وماله اه يقطعه يقطعه رقاب تحافي انما اصل هو في نيته الي اخر يروح ايده بنمي له ومسك ايده يمسك ايده تعالا كده على غفلة كده اقولي يا اوده حيمسكهم كل من الاسارق والاسبوع اللي فات ويقطعه وديه وبص جاه شوف كم واحد حيمسك ايده اه لا تكون انقطعت ولاهش دارك اه فربونا لما بيسن قوانين مش بيسن القوانين او يجرم الافعال عشان علشان يعاقب ده عشان ما تقعش الافعال عشان ما تقعش الافعال ما بيجرمش اي فينا عشانهم مش عايزوا ايه مش عايزوا مش عايزوا يقع يبقى اذا احنا اسباب الله ممدودة لنا لا نتركوا عدو الله ياخذوا الايه ياخذوا الاسباب منه وبعد ذلك علشان يدينا اعزاء يقولك ايه وان دنياهم يعني ضحكت وزهزهت لهم كده وبقوا كويسين تظن ان هي دي كل حاجة لا ده قلتلك حتى في الدنيا مستقر ومتاع الى حين الى حين وبعد ذلك الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولائك اصحابنا ونساب الحكاية بتاعت الدنيا دي لآية اخرى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنجة يا الله عطيب ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ما يتالفت الموازين قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك اليوم تنسى يبقى هناك مجابش هنا مجابش سيرت الدنيا انما هناك فالفين له معيشة ايه اياك ان تظن ان حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط او بالعيش المطرف فقط فكم من اناس يعيشون غير المطرفين وهم في منتهى السعادة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء الاستقرار العائلي حب المتبادل كل حاجة موجودة وبياكل ما شاء ويمكن يبقى عنده سروة ويمكن بتشوفوا دي ومحروم ان يأكل كطعة لح محروم ان يأكلوا خشكار الخبز يعني السن يدوروله على السن نقوله ما انت بتاكل سن دلوقت يا ربنا احو ياكلو لانك انت اصلك يا مكلت مقطة في زمان فلازم تيجي تعادلهم هتعادل على طول كده لازم تاكل شيء سن بقى ولازم تنحلم لانك برضو كالت كتير وهم اللي ما عندوش ساعة ويمص البصة ديت يقول يا سلام على العدالة يا سلام داني مش عايز الدنيا بتاعته دي انا عايش كده زي ايمان اه وازن قصة الرجل البواب اللي في القضل على الباب عند الرجل الغني يقعد بقى بالليل الراجل البواب هو والست بتاعته ويده يدندين ومبسوطين ويتحكوا من العيال حواليهم ودوك عمال بقى ايه ويغلي والست لسنا مجاتش من بره اه وجاى بقى مخمورة وجاى حالتها لده وهو قاعد يبص ويجي وبعدين يجي بس تبصله كده وشوف دوك قاعد ساعت كده كل جاه الدنيا ده يضع في هذه اللحظة يضع في هذه اللحظة انا الراجل الغني قال والله لشاغل البواب سأشغله بالدنيا دي فقال له انت بدل ما انت قاعد طول النهار مالكش شغلة احنا هنديك عشرة جنيه وتجبهم بيض وتقعد تحطهم كده وتبيع للناس اللي مش هتينه هون تقعد فاجه بقى قاعد البيض ودي تتكسر ودي تنعد ودي مشيشة وقاعد طول الليل وقاعدين في يوم من الايام جامع العشرة جنيه وقال له خد يا عم سيني ايه خد العشرة جنيه بتوعك وسيدني من غير بيض ولا انا عايز ايه اه ولا انا مش عايز حاجة سعادة السعادة ايه السعادة دي ان امره من نسبي ويمكن لو ان ولدا من اولاد السري اعتدى على ولد البواب وحصلت مشجرة يوم البواب يقول له يا دي انت فهم ان من ابو غاني داني احسن منك قال له ويقولها كده ولا انا امه ربنا مديله ايه ربنا مديله طاقة من الرضا هذه الطاقة من الرضا هي السعادة فبيقول لك المعيشة الدانكي مش بس ما يكونش عنده فلوس انا ضربت مثلا قلت الاحصاء الاقتصادي ان السويد ارقى بلد ولا لا ارقى بلد في المستوى الاقتصادي وبعد ذلك الاحصاء التانى قال ايه انها ارقى البلاد واكثرها احصان في الجنود والانتحاف والطلاء بينتحر واحد بينتحر ليه ليه بينتحر لانه مليش روح رصيد من ايمان يقول فيه يا رب لانك انت لما تحذبك الحياة وبعدين تفتكر ليك رب تقول يا رب مجرد نطقك به تفت ليك ارتحت على طبعه لانك انت رجع ربك على بالك وسكن في نفسك كلها فحصل فيه ايه فحصل فيه الرضا يبقى معيشة دونك مش معنى انهم فقراء لا قد يكونون كذلك ولكن محرومين من نعمة الايه من نعمة الاستقرار احنا لما روحنا اخي امريك اول ما روحنا لسماها نيويورك قلنا ده بلد بقى لا واحدين نزيلنا في فندق وفندق فاقم واحدنا فيه وبعدين التفت لهم بقول للدكتور الويارة رايحي ترجم ليه قلت له اقرأ لي مكتوب على هذا البلد قال لي ده اول تنبيه اذا دخل عليك احد بالليل فلا تقاوم فان حياتك اسمنوا مما معك يا خراب قلت الله يطمنهم احنا محلها نعمة احنا انا عرض ان واحد ايدخل اه ولما تيجي تخرج بمسيكة بتاع الاستعلامة وتقولك لا تخرج بمال كثير خد فلوس بسيطة كده على قدة طريق او خد الكارت بيسموه ايه الكارت كده تحطه كده اول الكارت لهاول اه بقى دي بلاد مرتكديا زي كل الكلام دي دي انتقاء دي الرعبابة دي الحضارة هي دي سبحان الله العظيم يبقى اذا فان له معاشات ضنكا حتى عند هؤلاء لانه ما عندوش حد من حدود الرضا يرضبه وما معنى الغنى مش غنى النفس مش ان انا مستغني انا مستغني انا حدثنيش للحاج احمد ان فيه حكاية كده هي حكاية امي ياري فيه انه ما بتدي مزاهب في الحياة ان الراجل مره على واحد يصطاد وهو قاعد كده بيصطاد وقال له يا اخي مش عارف ايه عمل ايه علشان تجيب شبكة ولا هو ايه يصطاد سمك قال له مال كده علشان تجيب شبكة قال له وبعد ان تجيب سمك تجير قال له وبعد ان تجيب لك قارب قال له وبعد ان تجيب بتاع باخرة وتدخل في اعماك البحر عشان تجيب الاسماك اللي قال له وبعدين هنتبقى عندك فلوس كتير قال له وبعدين قال له هتبقى مبسوط يا الله يا الله يا الله يا الله يا سيدة اذا فالايمان يعمل ايه انطلبنا بايماننا اسباب الحياة فلاننا لا نرى الحياة مخلدة ولكن حتى لا ياخذها منا عدو لله كيف يفتننا عن ديننا عشان ما ياخدهش مني واحد ايه ويفتني عن ايه والذين كفروا يقتضي مكفورا بي كفروا بايه يبقى كفروا بايه يبقى في الكفر دا اظن كلام كتير اوى اوي وقولنا مدام كفر يعني ايه ستر ومدام ستر يبقى فيه موجود مش كده يبقى كلمة الكفر دا ليه على الايمان او الا سترت ايه وانسترت هالله سترت وجود الله يبقى انن وجود الله هو الواضح وانت جيت سترته يبقى ازا الستر طريق على الوجود فالوجود قبل الستر يبقى اللهم موجود انتهت وكذابه بايات الله طب يفرض ان الناس معارفاش القضية دي ان ربنا مش عارف ايه. هي ايات في الكون. كان يجب ان تنبههم. الى الحق سبحانه وتعالى. ونقول له الايات اللي موجودة ديا. انت عملتها? يقول لك لا. هل صنعها احد مثلك? يقول له لا. هل ادعى احد انه اوجدها? يقول له لا. يقول له طيب ما بتعبدش ليه اللي قالك ان انا اوجدته. ها? صحيح اكفر اكفر على كيفك. انما ما تبقى السمك. وتكفر باله ثم تتناول نعمه بيدك. قبل ان تكفر بالله رد اليه نعمه. ايه لعينك كده وقول له خد مش عايزه. ها? اقطع لسانك وقول له لا ما انش عايزه. الشمس وقول له ما انش عارل خلاص مش مسفيد منك. ادي. انما تأخذ نعم الله الممدودة باسبابه ثم تكفر به. مسألة عجيبة دي اوي اوي. مسألة عجيبة. ادي الكفروا وكذبوا بايات الايه بايات. فكأن ايات الله منصوبة. تنادي وتصرخ للغافلين. تنبهوا. ومن اياته الليل. ولذلك سمها ايات زي ما سمى الكلمات في القرآن الجمل دي ايات. سمى مظاهر الكل. ايات. ومن اياته الليل. والشمس. ومن اياته منامكم بالليل. مش كده? ومن اياته ان غلق لكم من انفسكم ايه? ومن اياته ومن اياته. اي من العلامات الدالة على وجود قوة قادرة. خلاص. هي التي خلقت. الله. واعلمت الدنيا انها هي التي خلقت. ولم يعارضها احد في انه هو الذي خلق. اذا فالدعوة له ولا لا? سبحانه. الى ان يوجد معاند يقول له لا لقد كذب عليكم هذا. انا الذي اوجد. ولم يوجد هذا المعاند ابدا. لم يدعي ولم يوجد هذا الامر. كفروا وكذبوا بايه? بايات الله. ولا ايك ايه? اصحاب النار. قلنا اصحاب النار وهم فيها ايه? وكلمة اصحاب دي تدل على ايه? على التعانق. ولا ايش زي اصحاب الجنة برضو. الجنة تبقى متعشقة. ولجلك النار حتبقى تقول له هل امتلأتي? وربنا اقول له هل امتلأتي? تقول له هل من مزيد? انا برضو هتسع. هل من مزيد? هل ايه? هل من مزيد? النار متكيفة اللي عملت ايه? بترعى في ايه? في هذه الاكساء. متكيفة النار. النار مبسوطة. اللي عملت. اه كويس او. اه والذين كفروا وكذبوا بايه? باياتنا اولئك ايه اصحاب النار هم فيها ايه? هم فيها خالدون. بعد ان تكلم الحق. عن خلق الكون. سماءا وارضة. وما بينهما. خلاص? يبقى اعدى الاقامة الطيبة للخليفة. وتكلم عن الخليفة. وتكلم عن الخليفة خلقا. وتكلم عن الخليفة تعليم اسماء ان لم تعلمه الملائكة. كلمة ان لا علم لنا الا ما علمتنا يجب نخدها على ايه? على ان مش الشطرة ان تعلم. انت المهم ان تعلم ما انت بصدده في حركة حياتك. ان تعلم ما انت بصدده? ولذلك قال له سبحانك لا علم لنا الا ما اعلم. انت علمتنا الامر اللي ايه? اللي احنا نحتاجه. ولذلك بنقول اياكم والعلم الذي لا ينفع. العلم الذي ايه? وما ينفعش علم كلامه كله. اه. لا العلم لازم يكون له ايه? ومش المهم ان كل واحد يعلم كل الشيء. لان دي مسألة مش ممكنة. ولذلك علشان تعيش في الكون? يبقى لازم. تعرف بعض الشيء عن كل شيء. تعرف بعض الشيء عن كل شيء. حاجات خفيفة. اسمها ثقافة دي. اسمها مرحلة الايه? يبقى الثقافة ام تعرفها? بعض الشيء عن كل شيء. وبعدين تشوف مجال حركتك في الحياة ايه? ثم تعرف كل شيء عن شيء واحد. ده النبوغ التخصص يبقى. انما واحد عشان يبقى كده ايه? الناس الاميين يقولك صاحب البلان ايه? وما جعل الله لرجل من قلبين في ايه? ما جعل الله لرجل من قلبين في جوزه? ويريد الله من المؤمن ان يتعشق عمله. انه ايه? انه يتعشق عمله. انا كنت اسمع من شيخ ليه? يا ربي ليه فقر الصناح. واغني العلمة. احنا صغيرين بقى في سنة اولة وتانية ايه الحكاية دي? وراجل الشيخ هو كبير وابدأ نورة. نقوله طبيقين للعلمة دي كلام معقول. انما يفقر الصناح. ام قال لي لا انا هقولكو لنتوا فاهمين الاولانية ولم تفاهمين الاولانية. نسكت ياسيبنا الشيخ موصل حد ما تقوله. قال لي ان العلم لما يفتقر يضل ويضق ويضل الناس. فلازم مما يغتين بقى يستعي واحد ان يرشوه هو في دينه. الله. يا سلام. لما يبقى كويس كده محدش يجرؤ يجي ناحيته. انما لما يشوفه يعني غلبان ومش لاقيه. يجي واحد يتقرب قلب لحمة كويس كنتمش عارفه ماش كويس كنتمش عارفه. وبعدين يجي اسأله برضو يقضي متمت كده ويشوفه لا مش عارفه. قال لا يغني العلمة عشان لما يغتين العلمة يبقى مش محتاجين لحد ابدا. يقوله كلمة ايه? كلمة الحق على طول. ولذلك يجب ان يكون من شرف العلماء الذين يتحكمون في فتوى الناس في دينهم ان ما يكونش لأحد في رزقهم له سلطان ابدا. الله. 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 كنش حد له سلطان في ديسكومة. ولسلك الليلة ما زمن ليه عندهم عزا. كل عالم له حرفة تانية. بيأكل منه. واقود واخد العلم ده ايه? مزاج. اه مش حد. يقول اهدل ايه? اهدل كلب. فاذا كان ولابد ان يتخصص اناس لهذا العلم ويعيشهم يبقى لازم لازم الناس يفكرهم في انهم ما يربطوش ارزاق مثل هؤلاء بسلطان حاكين انت بدا. علشان تفضل الكلمة المين? لله. تفضل الكلمة لله واحدة. قمنا له طيب في ايه من حكاية اغني العلمة? طب وحكيتي في ارش الصنعة دي قال اسمه. لو الصنع ما يروحش صنعته هو محتاج للقرش اللي هيجيه. مش هيروح ولا يجودهاش. هو بيجوده عشان ده يجيله. وده يجيله. وده يجيله. قال له. وبعدين لما هو يعرف جمال الصنعة بمضي الزمن هيعشق صنعته. يا سلام عبد. اه. شوف. يبقى احنا استغلينا انه هو محتاج. اه. في انه يدخن الصنعة عشان يبقى لزبون ويبقى. ولذلك لما كنت ديجي في عنهود الرخاء تجد كل واحد عمال يجود علشان يعمل ايه? عشان يضمن له. ها. ان ده يبقى حلقه ده يعمل ده مش عارف ايه. وانت بقى من اخصبه تخير. مش كده ولا لا. من اخصبه. اللي مخصب يعني اللي دخل له امائدة. وعليها الوان شتى من الطعام يقضي يقول اكل ايه? اكل بقى فراخ ولا حمام ولا غومي ولا سمك ولا. مثلا. انما اللي دخل ملقاش اللي صح نجبنا ولا اللي هو ما حايت خلايا. ويقولها ويسكن. ولذلك العربي قال ايه? من اخصبه تخير. ومن اجدبه انتجع. اللي يجدب يروح لحتة حاجة خاضرة كده ويقضي ايه? يقولها يرجع ويقولها وخلص وانتهت المسألة. الناس بقى لما كان في عهد العهد الكويس تلتفت كل واحد بيجاود صنعته علشان ايه? علشان يقدر يعيش. وبعدين يعشق صنعته. ولما يعود يعشق صنعته بقى او عشق الصنعة دي هو الاتقان الذي اراده الله. وانا قلت لكم بقى اني لما يعمل كل واحد حاجة كويسي هتيجي نغمة في الوجود. نغمة ايه الله كل ما تشوف حاجة حلوة تقول الله. 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 كأن كل شيء جميل الفطرة تنطق بان الله. سبحان الله. لان حتى ولو كان جمال الصنعة تقول اللي اداله العقل واللي اداله الامامل الحلوة دي واللي اداله المش عارف ايه برضو راجع المين? الله. ولذلك حين تشكره واحدا على النعمة. شكرا الله. لا ده هي بترجع الشكر لله. الله سبحانه وتعالى حقا. بيرجع مين? ولذلك في بعض مدلولات الحمد لله يعني احمي مده من شئتم فكل حمد لغير الله سيصير الى الله. الله عليه وسلامه. كل حمد لغير الله سيصير الى الله. بتحمده على ايه يا سيد? على انه عمل دي كويسي. طب عملها ايه بالعقل المخلوق لله. بالمادة المخلوق لله. بالطاقة المخلوق لله. كلها وان لم تقصد هتروح لمين? الله. احمده زي من تعشكر الناس زي من تعايزين. كله حمد مهما بلغ منتهه فمردوه الى مين? الله. او يجب ان تردوه الى الله. ودي كلها ايه? كلها وسائل. يبقى يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد منه ان الانسان لما يتحرك في مجال الحياة يتحركه حركتنا عن هلم. ويتحركوا حركتا. يوم الحق يربطها بالحاجة. يربطها? انا قلت مرة في حلقة وين كنتوا فاكرين? يمكن لو كل كل الناس اه معاهم شهادات وكل الناس. كم حدش يرضى ينزح المجرور. اه. اما اللي خلاه ينزح المجرور. قلوه يصبح الصبحية. كان زمان قبل ما تيجي العربيات بقى وتي يجي اخد الجردل كده والبتاع كده. قولي يا فتاح يا عليم. يعني افتح عليه بمجروري يندب فيه. مش معناها كده? اه. شوف ازاي? ليه? لان عنده بلد عايزة تاكل. وهو ما يحسنش الله دي. يوم ربنا سعد هو ما يرضى بالعملية دي انه ويعملها كده. يوم علشان تشوف عشقه لما ربنا بقلت لما ربنا بقى يرقه ويغنيه مش يسيب الحكاية دي وروح ويعمل له محل عطور. لا يشتري عربية اللي يبقى ينزح فيه. ينزح فيه برضو ينزح. اشيه. خلاص اشيه. ها واتقنه. واحبها. ادي معنى ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ايه? ان يتقنه. لانه سيشيع في الوجود نغمة محبوبة. هي قولك ايه? الله. مفهوم? اه. يبقى ازا اسباب الايه? والذين كفروا وكذبوا بايتنا. ولائك اصحاب النار هم فيها ايه? بعد ان بيان الله المنهج. وبين ان الهبوط الاول هبوط عمل في الارض بالعداوة اللي هتسير المنافسة وتسير كذا. الهبوط التاني عشان تاخدوا الايه? المنهج. يبقى يقول انسان لومهم متين اتنين. مهمة اعمار الارض بالمنافسة الشريفة. كويس? ومهمة تلاقي المنهج من الزمن. يبقى الهبوط الاول بياخد عطاء الربوبية. اهبطوا الاول انهم ايتين. اهبطوا واهبطة. والهبطة التانية عشان المنهج. يبقى ده فيه ايمان ربوبية ودي فيه ايمان الوهية. ايمان الوهية علشان حقولك اي فعل كذا ولا تفعل ايه? كذا. ولا تفعل كذا. بعد ان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن كل هذه المراحل في اذم. وتكلم عن الفريقين من تبعها هداي. وتكلم عن الفريق التاني هم اولئك الذين كفروا ايه? والذين كفروا وكذبوا بقاتنا اولئك اصحاب النار هم فيها غالدون. اراد ان يستعرض اولنا قمة موكب من مواكب النبوة في الارض. النبوة كان من الممكن ادم يتلقى عن الله المنهج وبعدين يلقانه المين? لابناؤه. مش كده? زي ما بيلقانهم اي حاجة. لكن الغفلة قد تطرق. وبعدين تغلبني ايه? حركة العمار في الارض عن من تبع هداي. لان تبع هداي بيضيق حركتي شوية. هل لك يفعل دي ولا تفعلش دي. انما حركة العمار في الارض يمكن دي تخليكت ايه? تخفل شوية. لما تخفل شوية قوم ربنا يبعت الرسل. على فترة من الزمن كده يقوم جايب ايه? جايب ايه? رسل. الرسل دي عشان يعمله ايه? ولذلك مذكرين. فكأن الاصل كان يجب ان يظل البشر في باله من خلق ومن كلب. واحنا بنجيبنا رسل بس بيذكركم. يعني كان يجب ان ديمت ايه? ما تغيبش عن بالكم. ماهو ساعات التنبيه على عدم ذهاب الشيء عن البال? لا. يخليك تفهم قضية عكسية. يعني يجي يحتاج اللي انشغل بالدنيا شغل بقى والدنيا واخده كل ايه? يقولك يا اخي ربنا اقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مش بيقوله كده? الدنيا واخده كله. تقول له اهي لو فقهت هذه العبارة. دا كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا? فكأنك ايها العاقل مقتضى عقلك في قصر امد الدنيا انك انت تنساها ولا تهتمش به. فربنا بيقولك لا يا شيخ ما تنساهاش. شوف هو اخدها ايه? وهي ايه? اوه. لا تنسى نصيبك من الدنيا. فكأن العاقل لو قاد يقولك الدنيا دي ايه يعني الدنيا دي عمرها صير ومتاعها قليل وانه انا حاول اشير نفسي بالي. قال له لا يا شيخ لا. برضو ما تنساهاش. يبقى معنى ذلك انها ان الخطاب ده الناس بتفهمه على غير مراده ولا لا? بتفهمه على غير مراده. يبقى لا تنسى نصيبك من الدنيا مش جاء عشان يغريك بها. دا ينبهك الى انك انت لا تغفل عنها فكأن مقتضى العقل والفطنة والفطرة والطبيعة انها ما تستهلش الحكاية اللي انت. ولذلك انا قلت لكم الدنيا اهم من ان تنسى. ولكنها اتفهم من ان تكون غاية. اتفهم من ان تكون غاية. انكد غاية تبقى مصيبة سودة دي. مفهوم ولا لا. ما كانش فيه كلام تاني. دا يبقى مسألة وخدنا معلم. يبقى خدنا ايه? خدنا معلم. ركب النبوة بقى بيجي. العالم كان الاول شوف ازاي شوف الحكم. كان العالم الاول وحدة في مكان واحد. ثم نشأ التكاثر فجعلهم في امكنة متعددة. ثم شاء الله ان يجمعهم مرة اخرى. خد المراحل اهم كم مرحلة. كانوا بمقتضى القلة في البداية في مكان واحد. ايه? وبعدين كتره. لما كتره. ان كان ان كان مسلا مت فدان يقضوا اللي عايشين كتره. عايزين متين. عايزين الفين. كل ما يكتنوا. مش كده ولا لا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شوفهم بيستغل العواطف البشرية. الحق سبحانه وتعالى كان من الممكن ان يخلق الانسان بدون عواطف وعداوة وعواطف المنفسة وعواطف. لا. ده ربنا خليق عشان عمرت الكور. هم يجي جماعة وايا بعضهم كده. وبعدين ينشأ يعني شيء شيء من. شيء من. ولو من استسقال الدم. ينقول لك يا شيخ همش عايزين نقعد في البلديا. احنا هنروح نقعد في حتة تانية. ايه دي مقصودة بقى. ايه دي ايه? مقصودة عشان ينساحوا في الارض. لما انساحوا في الارض ما فيش وسائل مواصلاتها سريعة. فكان كل جماعة ايه? في حتة منعزلين. ومدام كل جماعة في حتة هم منعزلين? يبقى الافات هنا ستختلف عن الافات في مكان ايه? فكان بيجي للجماعة دور رسول عشان يعالج افاتهم وللجماعة دور رسول عشان ايه? يعالج افاتهم لان الافات مش واحدة. لان مفيش التقاء. مفيش. ولذلك كان الرسول يتعاصروا. لوت وابراهيم مثلا. لوت الله عشان يعالج حاجة مخصوصة. وابراهيم عمال يعالج حاجة مخصوصة. وتعاصر ايه? خلاص? وكان كل نبي يبعت الى ايه قومه? لكن الله عشاء ان يجعل ادراك العالم لرشده. الحضاري. ان العالم كله ستلتقي اجزاؤه. وستصبح الداءات في العالم واحدة. الداء اللي في اميركا نصبح ملاقيه ايه? على طول. الخبر اللي في اميركا نصبح ملاقيه ايه? ليه? سرعة اتصال وسرعة وسائل اعلام. اللي بتجيب لنا العدوات. يقوم اذا التقينا على انهم بقوا ايه? يبقى يجي رسول عام بقى. يبقى يجي رسول عام. ليه? لان العالم سيلتقي. وما دام العالم سيلتقي فلا ايه? حواجز بين عالم وعالم. وستصبح الارض كلها بدايات واحدة. وتكاد تكون بحضارات ايه? واحدة. يبقى لابد ان يتعلقوا جميعا بمنهج ايه? واحد. بمنهج واحد. يبقى الرسول الخاتم به عشان يعمل ايه? عام. قبل كده جات مواكب رسول. كل رسول كان جدا. اه الرسلتين. اللتين سبقتها الاسلام. هما اليهودية والايه? والمسيحية. المسيحية اخذت جغرافيا سياسية. لان المسيح ربنا قال انه رسولا الى بني ايه? اسرائيل. رسولا الى بني اسرائيل. ايه اللي خلها تتعدى الى خدت وضع سياسي. خدت وضع سياسي. لان حتى في نفس الانجيل. خلاص? الى ديار امم لا تنظو يقول الحواريين. الى ديار امم لا تنظو والى بلاد السامريين لا تذهبوا. ولكن اذهبوا بالحريه الى خراف اسرائيل الضالة. دي كلام الله لعنسى في الانجيل اللي موجود الان. اه. واذكروا فيما انتم ذاكرون ان ناموس الله قد اقترب. والناموس هو القانون العام. واذكروا فيما انتم ذاكرون ان ايه? ده بنفس الكلام ده في الايه? في الانجيل. يبقى ناموس الله قد اقترب يبقى مش هو فقا. مش كده? اه. وهو بيقول له ما تروحوش لهنا ولا هنا ولا هنا روحوا المين? الى خراف اسرائيل الضالة. يبقى اذا انسياحوا المسيحية في غير بني اسرائيل كان عملا سياسيا. يبقى. عمل ايه? سياسي. سياسي. مش عمل ديه. ولذلك اوعوا تفكروا ان موسى كان جاي يهدي المصريين هنا. دي من ايام يوسف. ولقد جاءكم يوسف ايه? اه. حتى اذا هلك كلتم بعده ايه رسولة. كان رح لهم ايه? المهمة الاساسية الهداية للمصريين على هادي موسى لم تكن هي الاصل. ده قال له ان هو بعتني وامديني باية علشان ان ارسل معي بني اسرائيل ولا لا تعذبهم قد جئناك باية. يعني مهمته ايه? انه يخلص وانه ايه? اسرائيل. الهدابة دي جت ايه? بعدين. يبقى موكب الرسل جت رسل كتير? تكلم القرآن في كل رسول بما يناسب حجمه التكويني في الكون. الله. وحجم رسالته. وابعاد الامام به. وابعاد العذاب اللي لقيه. كل واحد ادانه على قده. تلتفت تلاقي مثلا قصة جات خطف كده. لانها هي دوب على. مش كده ولا? وقصة جات واسعة. اوسع القصص في القرآن هو ما يتعلق بموسى وببني اسرائيل. في اكثر من سبعين موضع في القرآن. ليه? قالك لانا تقول هم الامة اللي اتعلقت القلق. اتعلق الرسل. شوف الامة اللي بتقتل الانبياء بقى. مش بس بتكذبهم. هلقا بتقتلهم. واخدوا الحكمة. ما قتلوش رسل. لان يجب ان تفهموا هناك فارق بين رسوله وبين ايه? نبي. النبي بيوحق اليه بشرع. يعمل به. انما ما امرش بانه يبلغه لانه بيعمل بشرع على الرسول اللي قابله. بس يبقى نموذج سلوكي. نموذج ايه? سلوكي. النبي. النبي. نموذج ايه? لما بيعز السلوك في البشر العاديين يقول ربنا يبعت ايه? انبياء. يبقى النبي بيعمل اما بيجيبش شرع جديد. انما هو الشرع بتاع الرسول اللي ايه? خدوة. الله. وبعد ذلك يبقى نموذج سلوكي في وسط مين? في وسط الناس. يبقى ما يقولش ازاي يقدرون على الانبياء اللي ربنا بعيتهم ياه? لا مش بعيتهم برسالة. مش بعيتهم بايه? برسالة. ما يقدرواش يعملوا رسول لان ربنا ما يرسلش رسول وبعدين يسلط عليه العشان يمنعوا المهمة مش ممكن. لانه مدام ارسل رسول يبقى لازم ايه? لازم يطمئن. اوي. مش كده ولا لا. فان كان فيه رسول ورسالة ونبوة. ضرورة بقى في رسالة ونبوة. ولذلك اذكروا جيدا انني قلت لكم ان من ضمن لقطات القرآن الاعجازية وحينما يخاطب الله اليهود. اه ساعة ما قال لهم ايه? امنوا بما انزل قالوا لا نؤمنوا بما انزل عليه. احنا هنؤمن بايه? ايه اللي هو الايه التوراة? خلاص? طب نقول. طب اذا كنتوا هتؤمنوا بما انزلوا. فلما تقتلون انبياء الله? طب حنسدى انكم امنتم بالايه? هاتولنا نص كده من نصص التوراة اللي كنتي للانبياء? اذا حتى ما امنتوش بمن? بما انزل اليكم. يبقى انتم ايه? لانكم لو امنتم بما انزل اليكم لم تقتلوا الانبياء. ولو امنتم بما انزل اليكم لصدقتم هذا الرسول. كنتوا تصدقهم? هذا الرسول. قلتلكم بقى اللقطة الادائية الجميلة اللي اعطت خيبة امن لليهود. واعطت امنا مضاعفا ورقنا شديدا لرسول الله وللمؤمنين. قال فلما تقتلون انبياء الله وان من قبل? يعني زي ما قلتلكم الكلام ده كان من قبل زمان. يعني ما عادش الكلام ده حيحصل. احي ما عادش الكلام ده حيحصل دي? معناها وضع امال اليهود في ان يقتلوا رسول الله كما كانوا يريدون? قال لهم قال لهم لا ده الكلام ده كان زمان. وكمان المؤمنين اللي يخافوا على الرسول او الرسول يبقى خلاص دي مسألة ما يمكنش. ما يمكنش انها ايه? انها تحصل. اذا فقصة بني اسرائيل مع موسى اخذت ايه? اوسع حجم لقصص القرآن. وتكررت. ليه لتكرر المواقف? وكل موقف فيها يعطي تثبيتا من لونه لرسول الله ولل ايه? والمؤمنين. ما احنا قلنا ان القصص جايلي يثبت ايه? يبقى بعد ان تكلم الحقه عن الخلافة في الارض والاخره جاء في اول سلط البخرة بعد قصة ادم القصة بقى العجيبة اللي هي قصة مين? بني اسرائيل. ليه? قال لك لان بني اسرائيل هم دول اللي عاجنهم مادية الحياة عجيلة ابعدتها عن منهج الله واصبحت مادية الحياة هي كل شيء عندهم. والدين انما جاء ليحارب هذه الفتنة بمادية السببية. الفتنة بمادية السببية. لان الانسان قد يفتن في السبب. وبعدين يجيله اه اه اقيت فتنة في المادية السببية انهم لا يقولون بكل مادة انهم يقولون ايه? لان نؤمن لك حتى نرى الله جاهرة. في اكثر من كده ايه بقى? لان نؤمن لك حتى ايه? نرى الله جاهرة. شوف المادية. يعني حتى دا لو كان يرى ما استحق ان يكون الها. نعم. دا من عظمته انه لا يرى. طب دا كما قلت لكم سابقا خلق في خلقا به حياتي وهي الروح ولا ترى. نعم. ايكون من خلقه ما لا يرى ثم الخالق يرى? نعم. شممكن؟ شممكن تيجد يعني. يعني كان يجب ادي معنى وفي انفسكم افلا تبصرون. انت مكون من مادة ومن روح. طب مادية دا كده انت شايفه. الروح اللي بيها حياة المادة دي ايه? شوفه. شمته. شفته. زقته. لمسته. سمعته. باي وسيلة من وسائل الادراك لا تدرك. ولكنك ادركتها باسارها. من الحركة والحس والالاخ. قلت دا فيه روح. بدليل ان اللي بتطلع روحه. لا ويقعد بقى كم ساعة كده وينتن. لان مادته ما عديش حية. مادته? المادة بتاعته ما عديش ايه حية. فلو مكست فيه غير مسلجة. لازم تمتن. انا قلت تضربوا مثل بايه? اللبن. انتمونكم مفلاحين? لما كنا نحل باللبن في حاجة اسمها الشالية. من الفخار. وانا قعدوا في الشتاء. وفي الصيف تلات اربعة ايام ام خمسة. يفضل اللبن وكل ما يقعد بقى تطلع القشطة على الايه? وبعدين نجيب الاستا كده. جلوس كده. ناكل الاستا الجميلة. وبعدين ناخد اللبن دا الرايب الجميل دا نقعد ناكل منه حاجة ووش الحصير واتنين يا هيسة كلها. خلاص? طيب هات اللبن دا واغليه. واسيبوا يوم واحد. يتعفن ويرم. ليه? لانه هو في الاول ظل بمادته الحية. حياة. انت لما غليت وقتلت المادة الحية اللي فيه. فبقى منبتن. اما كنتش تحطه في التلاجة زي الميت ما بتحطه في التلاجة. يبقى ما ينفحش. ما ينفحش. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يديني بقى ان هي الموكب الكبير. الموكب الرسالي الضغط. اللي اتعب الدنيا كلها. اللي اتعب الدنيا كلها. ثم يعرضه عرضا. يحفظه من يسمعه على بني اسرائيل. يحفظه يعني ايه؟ يجعله يكرههم ويبغضهم. ازاي؟ لما يجي يقول الولد ده هو انا عملت فيه كذا وكذا وديته وعلمته وأكلته وشربته وشعرفه ومع ذلك عمل اللي عمل ده. يبقى هو بيقيم الحجة على العقوق الاكبر منه. اذا فساعة يمتن بالنعمة الكثيرة على المنعم عليه العقق. يبقى بده يعمل ايه؟ بده يحفظ السامع عليه. بده يحفظ السامع علشان انسمع وعيد قوي لهم. ما تاخدوش الرحمة وتقول لي ايه؟ ما عملوا ايه يعني؟ قال. فجيه يقول ايه؟ يا بني اسرائيل انتهى من قصة هادم ونزل على مين؟ يا بني اسرائيل. يا بني اسرائيل اذكروا نعمة الله. كأن الله لا يطالبهم ان يبتدئوا بالجميل معه. ولكن يطلبوا منهم ان يردوا فقط الجميل بان يتذكروا نعمة الله عليهم. نعمة هي مفردة سيحكي كلمة مفردة. べث إن ما جنس يشمل كل نعمة. لان انا لم يقولك النعمة الفلانية والفلانية. والفلانية او الفلانية هرعودslенный عصرم. لكن يقدرش تحصر ولذلك قال الحق في عيات اخرى وان تعدوا ليس النعمة الله لا تحصوها النعمة الله. تب وهل النعمة الواحدة لا يقدرش نحصيه؟ آ؛ يباعيزا معنا ايه؟ تعدد النعم. اه يجمعنا بكم في لقاء اخر لنتم خواطرنا نحو قول الله فيما يأتيه